موسيقى عنوان حلقتنا هذه ماذا يقول القرآن للجندر وهذا هو الجزء الأول من هذا العنوان ماذا يقول القرآن للجندر والحديث استمرار للحلقتين الماضيتين والتين عنوانتهما بعنوان رسالة نسائية سأذهب معكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم قطعاً بحسب ما يسنح به المقام سأتنقل بين الآيات في مختلف السور الشريفة سورة الفاتحة إنها فاتحة الكتاب حينما نقرأ في الآية الخامسة من سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين هذا الخطاب الذي يوجه إلى الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يوجه من الذكور والإناث على حد سواء هل يستطيع أحد أن يقول من أن الخطاب هذا في الآية يوجه إلى الله من الذكور فقط أو أنه يوجه إلى الله من الإناث فقط هذه سورة الفاتحة إنها أم الكتاب أم المصحف خلاصة القرآن خلاصة المصحف في هذه الكلمات في هذه الجمل الوجيزة التي تعنون بالفاتحة فحينما نطلق هذا الخطاب ونطلقه إطلاقاً واجباً في صلواتنا الواجبة ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فالرجال يصلون ويخاطبون الله بهذا الخطاب والنساء كذلك الخطاب خطاب موحد وحينما يكون الخطاب موحداً فإن المضمون سيكون منطلقاً من عقول بمستوى واحد قطعاً عقول البشر عموماً لها مراتب لكنها في الأصل تستند إلى درجة واحدة إلى الإدراك إلى التمييز بين الخير والشار إلى التمييز بين الحق والباطل فالرجال يقولون إياك نعبد وإياك نستعين وكذلك النساء العبادة هي هي والعبادة تستند إلى معرفة والمعرفة تستند إلى عقل والعقل له قاعدة له أساس بعد ذلك تختلف مراتب الفهم ومراتب النباهة فتلك أرزاق تقسم بين العباد فنباهة بدرجة أعلى عند هذه المرأة وذكاء بدرجة أعلى عند ذلك الرجل لكن القاعدة واحدة وأصل الخلق في منزلة واحدة إياك نعبد وإياك نستعين خطاب يصعد من قلوب الرجال وقلوب النساء بنفس المستوى ثم تأتي الآية بعد هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم في تفسير محمد وآل محمد لقرآنهم علي علي الصراط المستقيم علي ولاية علي ولاية علي صراط المستقيم الخطاب هنا اهدنا الصراط المستقيم خطاب واحد يصعد من عقول الرجال وقلوبهم وكذلك يصعد من عقول النساء وقلوبهم هذه السورة التي هي خلاصة القرآن وزبدة المصحف واضحة وصريحة جدا في المساواة بين الرجل والمرأة المنطق هو المنطق في صلاة الرجال وفي صلاة النساء على حد سواء ومن سورة الفاتحة إلى سورة البقرة وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم يعودون بنا إلى الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة فتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بعد أن نزل إلى الأرض والكلمات يا محمود بحق أحمد إنه محمد صلى الله عليه وآله يا محمود بحق أحمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسن هذه كلمات آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إمامنا الصادق حين سألوه عن الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنها كلمات آدم أتمها إبراهيم إلى القائم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وهذا هو جوهر نبوة إبراهيم وإمامة إبراهيم أحاديث العترة تخبرنا بأنه ما من نبي نب إلا وقد أخذ عليه الميثاق بولاية محمد وآل محمد وعلي وآلهما صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فأتمهن إلى القائم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي العنوان الثالث في كلمات أبينا آدم يا محمود بحق أحمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة وتمت الكلمات لإبراهيم إلى القائم قال ومن ذريتي هنا حين يقول إبراهيم ومن ذريتي هل يقصد الرجال فقط فهل معنى الذرية الرجال من دون النساء الذرية شاملة للرجال وللنساء على حد سواء قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وتستمر الآيات وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى مثابة للناس وأمنى الناس الناس هم الرجال أم أن الناس هم الرجال والنساء يا أم أيها الناس مر هذا علينا في الحلقة الماضية إنها الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فهؤلاء الطائفون والعاكفون والراكعون والساجدون هؤلاء على حد سواء هم الرجال والنساء القرآن من أوله إلى آخره تتحرك المعاني فيه في هذا المستوى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله أهل هذا البلد من الرجال فقط أم من الرجال والنساء على حد سواء ومن أن الدعاء متوجه في نتائجه إلى الطرفين بمستوى واحد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخر ما جاء في الآية وتستمر الآيات دعاء إبراهيم مع ولده إسماعيل في الآية السابعة والعشرين بعد المئة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ما هو دعاء إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هذه الذرية هي هي التي ذكرت قبل قليل هذه الذرية تطلق على الرجال والنساء على حد سواء الآية واضحة في إمامة فاطمة لا أريد أن أقف عند هذه النقطة إذا أردتم التوسع في هذا عودوا إلى البرامج والحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامج الموجودة على الشبكة العنكبوتية ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا من النساء والرجال على حد سواء أمة مسلمة لك إلى أن يقول الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم منهم من الرجال فقط أم من الرجال والنساء على حد سواء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم فهذا الرسول من الرجال والنساء على حد سواء فكيف يتوجه الانتقاص والإهانة إلى النساء ومحمد يعبر القرآن عنه بأنه من الرجال والنساء على حد سواء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم منهم من الرجال فقط هل يقول قائل بهذا إلا إذا كان مختل العقل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك فهل كان النبي يتلو الآيات على الرجال فقط ويعلمهم الكتاب والحكمة هل كان النبي يعلم الرجال فقط الكتاب والحكمة أي منطق هذا منهم من الرجال والنساء فمحمد منهم صلى الله عليه وآله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وماذا تقول الآيات في الآية الحادية والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم تأكيد للمعنى المتقدم في دعاء إبراهيم وإسماعيل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم من الرجال والنساء على حد سواء يتلو عليكم يتلو على الرجال والنساء يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه أشرف المضامين في القرآن حديث عن محمد صلى الله عليه وآله فها هو ينطلق من الرجال والنساء على حد سواء وها هو يبعث فيما بين الرجال والنساء على حد سواء وها هو يتلو آيات الله على الرجال والنساء على حد سواء وها هو يعلم الكتاب والحكمة للرجال والنساء على حد سواء هذا هو منطق الآية ولا يمكن لقائل أن يقول غير هذا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون سمية الشهيدة الأولى التي قضت شهيدة مظلومة في مكة إنها أم عمار ابن ياسر هل هذه قضت وكان النبي ينتقصها وكان النبي يهينها وماذا نقرأ في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذا المضمون هل ينطبق على سمية أم عمار بن ياسر بدرجة دون الرجاه أي كلام هذا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون في الآية السابعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة أذهب إلى أولها الآية طويلة في أحكام الصوم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كيف جاء الوصف في الآية للرجال والنساء جاء الوصف بنفس المستوى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم المستوى واحد هذا قرآن أنا لا أحدثكم بروايات يمكن للبعض أن يشكك في مصادرها أو أن يشكك في أسانيدها هذه آيات صريحة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هل يوجد تفريق في الوصف القرآني فيما بين الرجال والنساء إنه وصف دقيق للعلاقة والرابطة بين الرجال والنساء في حكم الزوجية في حكم الاقتران الشرعي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نذهب إلى فاصل في سورة آل عمران في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة والتي بعدها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الذرية هنا يتساوى فيها في مضمونها الرجال والنساء ولذا فإن الآيات التي ستأتي بعدها يكون الحديث عن آل عمران من هم آل عمران من هم آل عمران آل عمران العنوان الحقيقي السيدة مريم السيدة مريم هي العنوان الحقيقي لآل عمران إذا أردنا أن نتوسع في هذا العنوان فآل عمران منهم عمران النبي والد مريم وزوجته حن والدة مريم ومريم وابنها عيسى فآل عمران رجلان وامرأتان هؤلاء هم آل عمران لكن العنوان الأول لآل عمران السيدة مريم فإن عمران لم ينجب ولده وإنما أنجب بنته هي مريم في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم بخصوص ما جاء في سورة غافر في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة والتي بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا الحديث هنا عن مؤمن آل فرعون وهو من أقرباء فرعون من أقربائه القريبين جداً إليه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب كثيرون يتحدثون على الشبكة العنكبوتية ينكرون عذاب القبر أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لكن القرآن صريح في هذه الآية وفي غيرها من الآيات النار يعرضون عليها غدواً وعشية يوم القيامة يوم القيامة ليس فيه من نهار أو من ليل الغدو النهار الصباح والعشي المساء الليل النار يعرضون عليها غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يوم القيامة هنا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أما هذا في عالم البرزخ النار يعرضون عليها غدواً وعشية القرآن صريح بهذا المضمون في هذه الآية وغيرها فهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر جهال لا يفقهون شيئاً آية من الآيات الآيات كثيرة يمكنكم أن تعود إلى برنامج دليل المسافر فإنني قد بسدت القول في هذا الموضوع وكذلك في حلقات مختصة بعذاب القبر في غير هذا البرنامج أعود إلى الآية فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب في تفسيرهم لقرآنه فإن المراد من آل فرعون هنا بنته لأن فرعون ما كان عنده من ولد فأهل فرعون تعبير عن بنت فرعون ولذا أهل محمد هذا تعبير حقيقي يراد منه فاطمة صلوات الله عليها القرآن هكذا يستعمل هذا التعبير إذا ذهبنا إلى الآية التاسعة بعد البسملة من سورة القصص وقالت امرأة فرعون إنها آسية بنت مزاحم لما جلبوا تابوت موسى وأخرجوا موسى الرضيع منه وقالت امرأة فرعون تخاطب فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فلم يكن عند فرعون من ولد ذكر آل آل فرعون بحسب تفسير العترة بنت فرعون لأن فرعون لم يكن عنده ولد ذكر ولذا فإن آسية تخاطب فرعون بهذا الخطاب وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إلى آخر ما جاء في الآيات فآل عمران التعبير هو هو آل محمد فاطمة آل فرعون بنت فرعون آل عمران مريم فهي البنت المباشرة لأبيها عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم فالذرية عنوان يطلق على الرجال والنساء على حد سواء في الوقت نفسه إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا نذرت لك ولدي الذكر هكذا كانت تتوقع والدة مريم السيدة حنى كانت تتوقع أن ولدا ذكرا في رحمها نذرت نذرته أن يكون خادما منقطعا في بيت العبادة لكنها ولدت مريم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإنني نذرت لك نذري عن ولد ذكر في رحمه لأن أحبار اليهود ما كانوا يسمحون لأنثى أن تدخل إلى المعبد معهم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت هذه جملة توضيحية وليس الذكر كالأنثى هذا الكلام ما هو بكلام الله هذا الكلام نطقت به حنة والدة مريم وهي تنقل ما يقوله أحبار اليهود الله لا يقول هذا وحنة والدة مريم لا تقول هذا هذا قول أحبار اليهود فهم يرفضون أن تكون المرأة في جملة خدام المعبات فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى في نظر أحبار اليهود وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا زكريا نبي من أنبياء الله من أنبياء بني إسرائيل وكان قريبا من النبي عمران وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق وجد عندها فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف في آنية جميلة جدا الملائكة تحمل هذا لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنا لك هذا هذه الأواني الفاخرة وهذه الأطعمة الرائقة وهذه الفواكه فواكه الصيف اليانع في الشتاء وثمار الشتاء الناضجة في الصيف من أين لك هذا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه اتخذ من مريم أسوة زوجته عاقر لكنه أراد الولد في غير زمانه ومن غير مكانه مثلما رأى الرزق عند مريم في غير أهوانه هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة من سورة آل عمران هذه الحكاية بكل تفاصيلها تشير إلى حقيقة واضحة من أن منطق القرآن الذي هو منطق الله الذي هو منطق محمد وآل محمد لا توجد فوارق فيما بين الرجال والنساء في القرب من الله بل في الواقعة هذه صارت السيدة مريم أسوة لزكريا النبي الآيات واضحة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهل كان النبي زكريا لا يعرف هذه الحقيقة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هل نتوقع أن نبيا من الأنبياء لا يعرف هذه الحقيقة إنما توجه بالدعاء لأنه اتخذ مريم أسوة هناك دعا زكريا ربه فهل علم زكريا بهذه الحقيقة الآن أيه منطق هذا نحن نتحدث عن نبي من الأنبياء زكريا نبي معصوم فهل كان يجهل من أن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذا الكلام لا نستطيع أن نتخيله لا نستطيع أن نتوهمه أساسا قبل أن نتخيله زكريا هنا اتخذ من السيدة مريم أسوة فتأسى بها تأسى بموقفها هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة بشروه بيحيى تفاصيل الواقعة عودوا إليها في آيات سورة آل عمران وماذا نقرأ في سورة آل عمران أيضاً في الآية التسعين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها من الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولو الألباب هنا هل هو وصف خاص بالرجال هل مضمون الآية خاص بالرجال أولو الألباب يطلق على الرجال والنساء الآيات ستثبت لنا ذلك والألباب هي أعلى مراتب العقول الرجال والنساء على حد سواء في أدنى مراتب العقول وفي أعلى مراتب العقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم هؤلاء أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتستمر الآيات ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إنه محمد صلى الله عليه وآله إنه صلى الله وسلامه عليه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الأبرار هؤلاء رجال فقط نستمر مع الآيات ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم لكل هذا الدعاء فاستجاب لهم ربهم ماذا قال لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض هذا هو القرآن كله كله بهذا اللسان فكيف تتوجه الإهانة أو يتوجه التنقيص للإناث هذا هو منطق الله هذا هو منطق محمد وأهل محمد ليس عندي من وقت كي أعيد قراءة الآيات عودوا إليها بأنفسكم كل التفاصيل التي مرت في الآيات التي قرأتها نتيجتها هي هذه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى على حد سواء ثم يؤكد لهم هذا المضمون بعضكم من بعض بعضكم من بعض فأنتم في منزلة واحدة لا يتعالى بعضكم على بعض بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وتستمر الآيات فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب هل يستطيع أحد أن يفرق في مضامين هذه الآيات بين الرجال والنساء وماذا نقرأ أيضا في سورة النساء في الآية الأولى بعد البسملة يا أيها الناس هذا خطاب للناس جميعا للذكور والإناث يا أيها الناس اتقوا ربكم مر علينا في الحلقة الماضية من أن ميزان التفاضل التقوى الأكرم عند الله هو الأتقى أكان من الرجال أم كان من النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من مستوى واحد من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء في مستوى واحد هل هناك من تفريق بين الرجال والنساء في هذه الآية الواضحة الصريحة يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وماذا تقول الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة النساء الآية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها هي في شؤون أحكام الزواج ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الحديث عن الزواج من الإماء من الجوار والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فليس هناك من تفريق بين الذين حكمت عليهم البشرية بأنهم أحرار وبين الذين حكمت عليهم البشرية بأنهم عبيد بعضكم من بعض الناس أحرار أكانوا رجالا أم كنا نساء ليس هناك من عبودية لمخلوق لكن البشرية هي التي صنعت هذا النظام لا أريد أن أتحدث عن نظام العبودية فإن موضوع الحلقة لا علاقة له بهذا العنوان لكن الآية تشير إلى المساواة في المنزلة عند الله فيما بين الرجال الأحرار والنساء الجواري ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات المراد من المحصنات المؤمنات الحرائر من النساء ما هن لسن من الإماء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض هناك مساواة عند الله فيما بين الذين يقال لهم رجال أحرار وبين التي يقال لهن نساء جواري هذا هو منطق القرآن وماذا نقرأ أيضا في سورة النساء في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله هذا الخطاب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله يوجه بالدرجة الأولى إلى الرجال لأن الرجال هم الذين يقاتلون لكنه لا يعني أن الأمر لا يتوجه إلى النساء بالمطلق حينما حينما تكون الضرورة حاكمة أن تشترك المرأة في القتال فإن الخطاب يتوجه إليها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر ما جاء في الآية لسان الآية ولحن الآية يساوي بين الرجال والنساء والولدان والمراد من الولدان الذكور والإناث على حد سواء فحينما أقول ولدي قد يقصد من ولدي المفرد وقد يقصد من ولدي المثنى وقد يقصد من ولدي الجمع يمكنني أن أقول ولدي ولكنني أستطيع أن أقول ولدي وأقصد بذلك المفرد وأقصد بذلك المثنى وأقصد بذلك الجمع وأقصد الذكور وأقصد الإناث وأقصد الذكور والإناث وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فمثلما تساوى الرجال والنساء كذلك هناك مساوات بين الولدان من الذكور والإناث الآية واضحة واضحة جدا لازلنا في سورة النساء إنها الآية الرابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا النقير الشيء الذي لا قيمة له وهو أثر موجود في نواة التمر النقير الشيء الذي لا قيمة له أبدا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى على حد سواء وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الآيات واضحة وواضحة جدا وصريحة جدا ولا أظن أني بحاجة أن أقف عندها طويلا الآية الثلاثون بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء في سياق أحكام الطلاق وإن يتفرق إذا ما حدث الطلاق فيما بين الرجل والمرأة فيما بين الزوج وزوجته وإن يتفرق إذا ما تفرق إذا ما حدث الطلاق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما لا يوجد هناك تفريق بين الرجل الذي طلق زوجته وبين المرأة التي طلقت هكذا يتعامل الله مع الاثنين هذا التعامل السيء مع المرأة المطلقة في مجتمعاتنا ما رده إلى الناس فما علاقتنا حينما نتحدث عن حقائق الدين بما يفعله الناس تلك مشكلته القرآن هكذا يتحدث يتعامل مع الزوج والزوجة في حال حدوث الطلاق بمستوى واحد وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته فإنه سبحانه وتعالى يتعامل مع الزوج ومع الزوجة إذا ما حدث الطلاق بينهما بمستوى واحد وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما أنا لا أستطيع أن أقرأ القرآن كله عليكم القرآن كله وكذا إنما أخذ أمثلة من آيات الكتاب الكريم إنها الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة ومما جاء فيها اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا الخطاب يتوجه للرجال فقط يوم الغدير يوم للرجال فقط يوم الغدير هو يوم الدين يوم الغدير هو يوم الحقيقة يوم الغدير هو يوم الإسلام ومن دون الغدير فليس هناك من إسلام إن الإسلام من دون يوم الغدير ما هو بإسلام الله إسلام يوم الغدير هو هذا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا هذا هو إسلام يوم الغدير فهذا الإسلام إسلام الرجال فقط هذه الكلمات تخاطب الرجال فقط هذه الكلمات هي زبدة القرآن هذه الكلمات هي جوهرة القرآن هذه الكلمات هي ثمرة جهود محمد صلى الله عليه وآله اليانعة هذه الثمرة المحمدية اليانعة هذه الزهرة العلوية الفواحة عطراً وطيباً وأريجاً اليوم إنه الغدير إنه الغدير هذا غدير علي اليوم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة هذا الخطاب يتجه بمستوى واحد بدقة متناهية كاملة واحدة إلى الرجال والنساء على حد سواء وقد تكون النساء أقرب إلى محمد وآل محمد في وفائهن لبيعة الغدير وقد يكون الرجال أقرب فإن الأكرم عند الله هو الأتقى والأتقى هو الأكثر وفاء ببيعة الغدير هذه هي التقوى التقوى بيعة الغدير عنوان من عنوين ولاية علي صلاتنا لا نستطيع أن نتقي بها نار جهنم ولاية علي هي التي نتقي بها نار جهنم التقوى الحقيقية ولاية علي حب علي بن أبي طالب عنوان صحيفة المؤمن يهم القيامة نذهب إلى فاصل الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله في العقوبة أيضا هناك التساوي في كل شيء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ولاحظوا الدقة في الكتاب الكريم هنا في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة المائدة كان الحديث عن السرقة الذي يمتهن اللصوصية ويتجرأ على السرقة في الأعمل أغلب الرجال النساء كذلك يمكن أن يفعلن الأمر نفسه ولكن بحسب الواقع العمل فإن الرجال هم الذين يمتهنون هذا الأمر إذا ما ذهبنا إلى سورة النور وإلى الآية الثانية بعد البسملة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخر الآية التساوي بين المرأة والرجل لكن الآية هنا قدمت الزانية لأن المرأة في الأعمل الأغلب هي التي تمتهن هذا الأمر قطعا بمشاركة الرجال لكن الدقة واضحة في الآيات في آية السرقة بدأت بالرجل والسارق والسارقة في آية الزنا بدأت بالمرأة الزانية والزاني وفي كل الأحوال فإن التساوي واضح في آية السرقة وفي آية الزنا وهما تتحدثان عن عقوبة هذه الأفعال في سورة الأعراف إنها الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة قالا ربنا من هما أبونا آدم وأمنا حواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر حالة من التساوي يعيشها أبونا آدم وأمنا حواء وتلك هي فطرة الله فهذا الإحساس ناشئ من فطرة الله التي أو دعها في أبينا آدم وأمنا حواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لأنهما يعدان نفسيهما بمستوى واحد فيما فعل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فليس هناك من مجتمع يلقي بظلاله عليهما وليس هناك من أعراف بالية تهيمن على واقع حياتهما إنها الفطرة الإلهية هي التي تتحدث الجبلة التي جبل عليها أبونا آدم وأمنا حواء جبلة الخلق في بدايته قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتستمر الآيات الآية السادسة والعشرون السابعة والعشرون من بعد البسملة من سورة الأعراف الآية السادسة والعشرون تبدأ بهذا الخطاب يا بني آدم يا بني آدم هذا خطاب للرجال والنساء على حد سواء يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فهل اللباس خاص بالرجال أم أنه خاص بالنساء الخطاب هنا للرجال والنساء على حد سواء يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير التقوى في حقيقتها ولاية علي بولاية علي نستطيع أن ننجو من النار ولاية علي هي الوقاية فيما بيننا وبين النار وتأتي الآية الأخرى البداية أيضا فيها بالكلام نفسه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة هذا الخطاب يتوجه للرجال والنساء على حد سواء كما أخرج أبويكم الكلام عن أبينا وأمنا هنا على حد سواء هذا هو منطق القرآن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة في الآية الحادية والثلاثين من السورة نفسها بعد البسملة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فهل الأكل والشرب خاص بالرجال أم أنه خاص بالنساء يا بني آدم يا أيها الرجال ويا أيتها النساء الخطاب موحد في القرآن كله وماذا نقرأ في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحد في مستوى واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها سأعود إلى معنى ليسكن إليها في قادم الآيات الآية واضحة في وحدة المنزلة هو هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ونقرأ أيضا في سورة التوبة نقرأ في الآية الحادية والسبعين والتي بعدها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا الأمر يقوم به الرجال وتقوم به النساء على حد سواه هذا قرآن قرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ما يفعلون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هل هناك من تفريق بين الرجال والنساء بين المؤمنين والمؤمنات في الدنيا في الدين في الآخرة هل أن الله سبحانه وتعالى يفرق فيما بين الرجال والنساء هذا هو منطق الله الذي هو منطق محمد وآل محمد دقق النظر في الآيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله على حد سوى في كل ذلك أولئك سيرحمهم الله والرحمة نازلة إليهم إلى الرجال والنساء على حد سوى إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم قد يقول قائل لماذا يقدم الذكور على الإناث في الكلام سياق العربية هو هذا سياق اللغة هو هذا هذا السياق نشأ في المجتمع لو كان ذكر الإناث قبل الذكور في سياق اللغة في ثقافة المجتمع الذي نزل فيه القرآن لقدم ذكر الإناث على الذكور هذا هو السياق اللغوي قبل قليل أشرت إلى مسألة دقيقة في آية حكم السرقة والسارق وسارقة قدم الذكر على الأنثى لماذا لأن السياق الجاري في اللغة وفي المجتمع وفي الواقع العمل السارق رجل وسرقة للرجال ويأتي أمر النساء بعد هذا ولكن في آية حكم الزنا الزانية هو الزاني فقدمت الأنثى على الذكار لأن السياق في اللغة وفي الواقع العمل يقتضي هذا القرآن جاء بسياق اللغة وبلسان العربي الكلام هو هو حينما تتحدث الآيات عن المنافقين والمنافقات هناك حالة من التساوي الآيات التي تحدثت عن أن المؤمنين والمؤمنات في حالة من التساوي لا بلحاظ الإيمان وإنما بلحاظ أصل الخلق ولذا فإن الكلام هو هو بخصوص المنافقين والمنافقات نقرأ في الآية السابعة والستين من سورة التوبة والتي بعدها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يقبضون أيديهم إشارة إلى بخلهم ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم بغض النظر عن الإيمان وعن النفاق الرجال والنساء في حد واحد في منطق القرآن وثقافة القرآن أكانوا من المؤمنين أم كانوا من المنفقين النفاق هذا شيء يترتب عليه الحساب والإيمان كذلك لكن منزلة الرجال والنساء إن كانوا من أهل النفاق أو كانوا من أهل الإيمان في أصل الخلقة واحدة في أصل العقل واحدة في أصل الروح واحدة وماذا نقرأ أيضا في الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي هل الآية مختصة بالرجال ما هو الإسلام بني بأموال إمرأة بأموال خديجة الإسلام كله بني بأموال إمرأة بأموال خديجة بأموال أم الزهراء صلوات الله على الزهراء وعلى أمها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي هو يصلي على الرجال وعلى النساء على حد سواء هذا هو محمدنا هذا هو نبينا وهذا هو قرآننا عنوان الحلقة ما هو ماذا يقول القرآن للجندر هذا هو الذي يقوله القرآن للجندر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم على الرجال والنساء إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي وماذا نقرأ أيضا في الآية الخامسة بعد المئة من السورة نفسها من سورة التوبة هذه الآية كانت هي الآية الثالثة بعد المئة فماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد المئة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هذا الخطاب يوجه لمن للرجال والنساء مرت الآيات علينا قبل قليل ماذا قرأنا في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى آخر الآية الكريمة هذا الخطاب موجه للذكور والإناث على حد سوا لماذا لأنهم في مرتبة واحدة التفريق الذي نراه على أرض الواقع وفي ماضي الأيام مرده إلى الثقافة الأعرابية إلى الثقافة البدوية إلى الثقافة الأباعرية ولكنه تراكم عبر القرون فصار شيئاً لا يمكن أن يزال بسهولة صار جزءاً من الواقع وتلك الثقافة كانت موجودة زمان أئمتنا ولذا حينما يتحدثون بنحو خاص مع خواصه فإن اللحن يكون مختلفاً ولكن حينما يكون الحديث موجهاً إلى الجميع إلى عامة المجتمع لا بد أن يكون منطلقاً من نفس الثقافة التي تحكم ذلك الواقع لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقتين الماضيتين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم جميعاً للذكور والإناث فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون في الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم من الرجال والنساء على حد سواه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا الخطاب هل هو خاص بالرجال رحمة رسول الله تتوجه بنحو أكثر إلى النساء إلى الأطفال إلى الرجال الذين هم بحاجة إلى معونة تكون أكثر من غيرهم عزيز عليهما عنتم العنة الذي يصيب الرجال ويصيب النساء هو عزيز على رسول الله على حد سواء إن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يجعل رعايته للمرأة بنحو أكثر لأنها مظلومة لأنها مهانة في المجتمع الذي كانت تعيش فيه وإلا فإن الرجال والنساء على حد سواء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الأوصاف لا هي تخص الرجال ولا هي تخص النساء هذه الأوصاف وهذه الحالات المحمدية وهذا الواقع النبوي على حد وحد مع الرجال والنساء نذهب إلى فاصل الآية السابعة والتسعون بعد البسملة من سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ألاحظون أن الحقيقة هذه تتكرر في الكتاب الكريم وبنحو واضح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هل أحتاج أن أبين معنى هذه الآية الآية واضحة تتحدث عن مضمونها بنفسها تفسر نفسها بنفسها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما جاء بعد هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الخطاب مذكر لأن سياق اللغة العربية هكذا لكن الحديث مع الذكور والإناث فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هذا الخطاب عام للذكور والإناث فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يقرأ القرآن إن كان رجلا أو كان القارئ امرأة فهذا الحكم يجري عليهما معا وبدرجة واحدة وبمستوى واحد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وماذا يترتب على كل ما تقدم من الحقائق إنه هذا الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا من الذكور أو من الإناث إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون المجموعتان أهلتان تحدثت عنهما سورة التوبة المؤمنون والمؤمنات المنافقون والمنافقات الذكور والإناث من المجموعتين على حد سواه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا يعني أن نظامهم الدين في الدنيا واحد ولذا فإن جزاءهم في الآخرة سيكون واحدا التساوي في الآخرة هو دليل على التساوي في الدنيا لأنهما كانا متساويين في الدنيا في المنظومة الدينية في الأحكام الدينية فإن التساوي في الجزاء سيكون في الآخرة أيضا بحسب القوانين والحساب في يوم القيامة يكون على معرفة الإنسان على عقل الإنسان على نية الإنسان على مضمون الإنسان إنها العقيدة السليمة وهذا الأمر قد يناله الرجل وقد تناله المرأة قد تكون عقيدة الرجل أعلى منزلة من عقيدة المرأة وقد تكون عقيدة المرأة أعلى منزلة من عقيدة الرجل هذا هو منطق الله وهذا هو منطق قرآن محمد وآل محمد وهذا هو منطق دين العترة الطاهرة بعيدا عن دين الأعراب ودين البدو والأباعر وماذا بعد في سورة طاه في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك على حد سواء فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الشقاء يوجه لآدم إنه شقاء الحياة مثل ما شقاء الحمل والولادة والإرضاع والتربية يوجه إلى أمنا حوا هنا شقاء وهنا شقاء شقاء الحياة يوجه إلى أبينا آدم ألا تلاحظون الدقة في التعابير والحكمة والبلاغة الواضحة في وضع كل شيء في نصابه ألا تلاحظون العدالة التي تظهر في أجل صورها في هذه الآيات في هذه الكلمات فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك على حد سواء فلا يخرجنكما على حد سواء من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت ستكون ضامنا لعائلتك ستكون حاميا لعائلتك من الجوع والعري لا أن تعذب زوجتك بالجوع والعري فتلك الأحاديث تنطلق من ثقافة أعرابية تتناسب مع الواقع والمكان والزمان الذي انطلقت فيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى تضحى يصيبك التعب والنصب فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج أنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى إلى آخر الآيات فإن الله يساوي بين آدم وحواء ولكن هناك عدالة فمثلما تتحمل حواء شقاء وتعب الحمل والإنجاب أتعلمون من أن علماء الطب يجعلون ألم الولادة ألم الإنجاب أعلى درجات الألم هناك مقياس عندهم للألم ومراتبه ودرجاته فيجعلون ألم الولادة والإنجاب أعلى وأشد وأقوى درجات الألم ومن هنا جاء في أحاديثنا من أن المرأة التي تموت أثناء الولادة والإنجاب تموت شهيدة لشدة الألم فشقاء الحمل والإنجاب والإرضاع إلى بقية الشؤون الأخرى هذا شقاء في الحياة الأرضية لحواء وأما شقاءك يا آدم فإنه فإنه هو هذا أنت المسؤول عن الجانب الاقتصادي وعن الجانب الاجتماعي أنت المسؤول عن توفير الأمن والأمان لأسرتك إذا بقيت في الجنة فلست محتاجا لكل هذا ولكنك إذا خرجت منها هكذا تقول الآيات فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت الذي تشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لماذا لم يوجه الخطاب إلى أمنا حواء لأن آدم هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤوليتها في هذه العناوين قرآن دقيق وآيات دقيقة ودين دقيق ولكن ماذا نفعل للسقيفتين السقيفتان أتحدث عن سقيفة بني ساعد وعن سقيفة بني طوس دمرتا دين محمد وأهل محمد وماذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر والزبور كتاب داود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون العباد الصالحون هنا رجال فقط هل هي دعوة للمثلية الذين يرثون الأرض الرجال فقط الذين يرثون الأرض الرجال والنساء على حد سواه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذا الوصف الصالحون وصف للرجال والنساء على حد سواه فهل هذا انتقاص من المرأة أو توهين للمرأة إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين هذا البلاغ خاص بالرجال فقط ما هي الآيات مرت علينا ما من آية مرت علينا تتحدث عن الجزاء الأخرو أو أنها تتحدث عن العمل الصالح في هذه الدنيا إلا وكان الحديث عن ذكر وأنثى فهذا البلاغ للذكور والإناث على حد سواء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الآية التي بعدها وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي العوالم أُسِّسَت وفقاً لنظام الأزواج القرآن يتحدث عن هذا لأجد وقتاً كي أظهر لكم الآيات التي تتحدث عن حقيقة نظام الأزواج في هذا الكون والرحمة ستكون نازلة بمستوى واحد بحسب حاجة كل عالم من العوالم وستصل الرحمة إلى كل الأزواج التكوينية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا كان الكلام عن الرجال والنساء فإن الرحمة واصلة إليهم على حد سواه وهذا هو معنى الحكمة وهذا هو معنى البلاغة وهذا هو معنى الدقة والجمال في التصميم وفي التكوين وفي صدور الفيط وماذا نقرأ أيضا في سورة المؤمنون ومر الكلام علينا بخصوص هذه الآيات في الحلقة الماضية أمر عليها مرورا سريعا حكاية خلقة الإنسان سورة المؤمنون من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه النطفة قد تكون ذكرا قد تكون أنثى على حد سواه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هل هناك من تفريق بين الذكور والإناث ثم أنشأناه خلقا آخر حينما جعلناه إنسانا أكان ذكرا أم كانت أنثى فتبارك الله أحسن الخالقي هذه المباركة لله بحسب الآية لأنه أحسن الخالقي أحسن الخالقين خلق أحسن الخلق فماذا خلق من النطفة ومن العلقة ومن المضغة إما أن خلق ذكرا وإما أن خلق أنت وهما على حد سوا والآية تتحدث عن مباركة واحدة وعن جمال خلقة في منزلة واحدة فتبارك الله أحسن الخالقي الأمر لا ينتهي عند هذا التراب على أرضنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون تخرجون من عالم التراب هذا وأنتم سواسي أكنتم ذكورا أم كنتم إناثا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون على حد واعد الآيات الآيات واضحة وواضحة جدا ليس هناك لا من عين ولا من أثر للحديث عن ذكورية أو عن أنوث إنها خلقة الإنسان وليس هناك من فارق بين الذكر والأنثى وهذا هو منطق القرآن الذي يتجافى تجافيا واضحا والذي يتنافر تنافرا بينا مع الثقافة الأعرابية مع الثقافة البدوية الأباعرية وماذا نقرأ في سورة النور في الآية الثالثة بعد البسملة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين على المؤمنين من الرجال والنساء لا يوجد تفريق في أي شيء في منطق الله وفي دين الله هذه أحكامه وهذه بيناته سيقول قائل هناك تفريق في الميراث التفريق في الميراث موجود فيما بين الرجال والنساء فتارة يكون الرجل في ما فرض له من الميراث أعلى من المرأة وتارة تكون المرأة أعلى من الرجل التركيز على مسألة أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى تركيز باطل هذا الحكم يتعلق بالأولاد لكن إذا مات الرجل وترك بنتا وترك أباه أيضا فإن أكثر المال تأخذه البنت وإن أباه يأخذ يأخذ مقدارا قليلا من الميراث التركيز على تلك المسألة هذا تركيز بنية سيئة يفترض أن يأخذ نظام الميراث بشكل عام في نظام الميراث القرآن هناك حالات حصة الرجل أعلى من المرأة وهناك حالات حصة المرأة أعلى من الرجل وبكثير الذين يعرفون أحكام الميراث يعرفون هذه الحقيقة أحكام الميراث في القرآن في دين العترة الطاهرة حالات هنا وحالات هناك وهذه قوانين لها أسبابها ولها مقتضياتها القوانين التي تضعها الحكومات ألا تنطلق من أسباب معينة وبعد ذلك تتغير في وقت آخر فأحكام الميراث لها أسبابها حالات يكون الرجل أعلى في حصته من حصة المرأة وحالات تكون المرأة حصتها أعلى من حصة الرجل لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأن الحديث في هذا الموضوع لا علاقة له بالذي أتحدث عن عن المنزلة الأصلية الأصلية للرجل والمرأة أما الأحكام فهذه قوانين لها مبرراتها وهذه المبررات ستتغير في زمن الظهور أحكام الميراث ستتبدل بالكامل وسائر الأحكام كذلك وحرم ذلك على المؤمنين الحديث هنا عن الرجال والنساء على حد سواء وماذا نقرأ أيضا في سورة النور فيما يرتبط بحديث الإفك في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة لولا إذ سمعتموه سمعتم حديث الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لا أريد أن أدخل في تفاصيل حديث الإفك وقت الحلقة يقارب على الانتهاء لكنني أشير إلى ذكر المؤمنين والمؤمنات في الآية على حد سواه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين تلاحظون أن التساوية بين الرجال والنساء في كل جهة من جهات القرآن في كل واقعة في كل حدث فليس هناك من تفريق وماذا نقرأ أيضا في سورة النور في الآية الثلاثين بعد البسملة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم في الآية الحادية والثلاثين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم إلى آخر ما جاء في الآية هذا المنطق هو المنطق ولا يقول قائل من أن الآية الحادية والثلاثين جاء فيها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر ما جاء في الآية هذا الأمر لأنه في الأعم الأغلب يرتبط بالنساء إذا كان الرجل أيضا يفعل هذا ويكون فتنة للنساء فإنه يحرم عليه ذلك لكن الأمر ذكر للنساء لأن هذا شائع في أجواء النساء وليس شائع في أجواء الرجال الشائع في أجواء الرجال ذكر في الآية قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية وماذا يقول القرآن أيضا في سورة الشعراء وفي الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة وتقلبك في الساجد الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد بحسب تفسيرهم لقرآنهم الساجدون هنا آباؤه وآمهاته في الأجيال الماضية فلقد كان نورا في الأصلاب الشامخة وماذا والأرحام المطهرة القرآن لم يفصل بين الرجال والنساء جعل الرجال والنساء في مستوى واحد في آباء رسول الله وأجداده صلوات الله عليهم وتقلبك في الساجدين الساجدون الساجدون هنا الرجال والنساء من آباء وأجداد رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروا ذكروا في حد المساوات بحسب تعبير القرآن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم نذهب إلى فاصل في سورة القصص الآية الرابعة بعد البسملة والتي بعدها إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هل الحديث عن الرجال فقط حتى في الأفق الخاص بالعترة فإن فاطمة إمام من الأئمة صلوات الله عليها فهي مذكورة في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة القصص فهناك أفق في الروايات والأحاديث من أن الآية تتحدث عن إمام زماننا تتحدث عن محمد وآل محمد في أفق من آفاقها نحن وما جاء في المصحف نحن واللغة العربية في الآية الرابعة بعد البسملة إن فرعون فرعون للنساء أكثر ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض من الرجال والنساء ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ولذا في جيش إمام زماننا هناك نساء قاد هناك نساء قاد هذا هو منطق القرآن هناك نساء قاد ما جاء في بعض الروايات من حديث عن نساء في جيش صاحب الأمر يأتي منسجما مع هذه الآية في الأفق العام لدلالتها المعنوية ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض الذين استضعفوا في الأرض هذا المعنى ينطبق على النساء انطباقا واضحا جدا استضعفت المرأة كثيرا في الماضي وفي الحاضر ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وبغض النظر عن هذه التقنية التي نحتاج فيها إلى التوسع في نصوص الآيات والأحاديث حينما تقول الآية ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض من الرجال والنساء على حد سواء والعاقبة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هؤلاء همو همو الذين ذكروا في سورة الأنبياء ما قرأته عليكم ما قرأته عليكم قبل قليل ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين كل هذا يتحقق في زمان قائم آل محمد اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام انتهى الجزء الأول من العنوان الذي ذكرته لكم قبل قليل ماذا يقول القرآن للجندر نلتقي غدا في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى سألكم دعاء جميعا في أمان الله